استقبل ميناء بورسعيد أكبر سفينة مكتبة عائمة في العالم وعلى متنها أربعمائة متطوع يحملون جنسيات سبعين دولة حول العالم وتواصل سفينة لوغس هوب استقبل الزائرين من مختلف الأعمار قبل أن تغادر ميناء بورسعيد في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري في ميناء بورسعيد الباسلة ترسو لوغس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم وعلى متنها أربعمائة متطوع يحملون جنسيات سبعين دولة حول العالم بهدف إيصال رسائل عن التنوع والدمج بين مختلف الدول وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن طبيعة العمل بالسفينة بما تحتويه من مكتبة ضخمة أشار مديرها العام أدور ديفيد إلى تنظيم حفلات ثقافية وفنية على هامش استقبال الزوار لشراء الكتب ومن جانبه قال قبطان السفينة جيمس بيري إن طاقم المتطوعين الدوليين بالسفينة يكرسون أنفسهم لمشاركة المعرفة والمساعدة والأمل مع الناس في جميع أنحاء العالم لافتا إلى أن السفينة قامت بزيارة أكثر من 150 دولة وإقليم منذ عام 1970 واستقبلت 49 مليون شخص واستشعارا منها لأهمية الثقافة في بناء الإنسان تسعى مصر من خلال أجهزتها التنفيذية إلى تقديم كل الدعم لتاقم السفينة والتأكد من تيسير كافة الإجراءات اللازمة لعمل السفينة خلال فترة رسوها في ميناء بورسعيد وفي ظل رسوها بميناء بورسعيد تواصل سفينة لوغس هوب استقبال الزائرين من مختلف الأعمار والذين يحاولون الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من المعارف التي تتيحها المكتبة قبل أن تغادر السفينة ميناء بورسعيد في الثالث والعشرين من يناير الجاري